تسعى مصر خلال الفترة القادمة إلى إخراج الشرق الأوسط من حالة العنف التي تسود إلى مشهد الأمن والاستقرار بعد أن عملت خلال عام 2023 على عدة اتجاهات في إطار مسؤولياتها الإقليمية للحفاظ على السلم والأمن بالمنطقة وتتصدر القضية الفلسطينية ملف الدبلوماسية المصرية التي تحاول التصدي للمشهد شديد العنف والدموية في قطاع غزة تحديد وسياغة مسار الدبلوماسية الدولية ودفعوا في اتجاه استعادة الهدوء والاستقرار ومحاولة التواصل لوقف لإطلاق النار وتلتزم مصر بالسياستها الدائمة القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول والدفاع عن مصالحها وفقا لقواعد القانون الدولي والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة بحكم مسؤوليتها الإقليمية